السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الخميس أربعة حزيران يونيو طبعا القمر موجود في برج الجوزاء الساعة ثمانية وخمسين دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينج رح ينتقل لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة ثلاثة وخمس وخمسين دقيقة من صباح يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها على منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج القمر الآن بما أنه موجود في برج الجوزاء أو لغاية ساعات المساء فخلال هاي الفترة منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بيتقلب الناس في أفكارهم وأفعالهم أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا وإتصلاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي يعني نشاط بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح يكون الساعة وحدة و 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني من واجه مصاعب وعراقيلة بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر ابتجع العزيمتنا ضعيفة وينكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكابة طبعا تأثير هاي الزاوية من الآن موعد بث الحلقة وحتى ساعات الصباح الباكر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة الثمانية و 43 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب أنها نوع من أنواع الاكتئاب تدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي مدته ما رح تكون طويلة يعني هو رح يبدأ الساعة الثمانية و 43 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة الثمانية و 50 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تقريب 7 دقائق ولكنها بتظلها فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 58 دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر خلص بنتقل بيستقر في برج السرطان عشان يك من ساعة المساء بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وبتصير حساسيتنا شوي زائدة بنتأثر من أي شيء حتى لو كان شيء بسيط بنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي بتجعل البعض منا يظرف الدموع أثناء التذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام لأكنا وشربنا ومراقبتهم في هاي الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام ويجب يعني إننا نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا من الآن وحتى ساعة المساء عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية لغاية ساعات المساء ما بصير إننا نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعات طبية أو فحوصات أو أخذ علاجات ما في أي مشكلة من ساعات المساء وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وأيضا غشاء الصفاق وهو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جهاز جدار البطن الداخلي بيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن وبرضو الجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فعشان هيك بتكونوا حذرين بالأيام القادمة أنه هاي الأعضاء من ساعة المساء والأيام القادمة لا تصلح للعمليات الجراحية الكبرى ولكن عمليات صغرى أو فحصات أو علاجات ما في أي مشكلة بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لا إجراء عمليات جراحية لباقي أعضاء الجسم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يكون موجود في أو رح يستقر في ساعات المساء في برج السرطان قلو المسار القادم بيكون يوم الأحد الساعة ثلاثة وسبعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم الساعة طنعش وواحد وعربعين دقيقة بعد منتصف الليلة هاي بنبدأ في اليوم الثمانية وعشرين يعني اليوم الخميس احنا بنكون في يوم ثمانية وعشرين قمريا نسبة الإضاءة واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الجوزاء وزي ما ذكرنا بده ينتقل للسرطان ورح يظل في برج السرطان ليوم سبعة سبعة منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعة الصباح منتحس بنسبة أربعين في المية ساعة العصر منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الأسد حتى يوم خمسة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم احداش سبعة سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسع عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بيظل النشاط عالي جداً عندكم في مجال الدراسة أو السفر أو الاتصالات وبتكون أفكاركم نشطة جداً عندكم قدرة على الإقناع عالية سرعة البديهة ممتازة ورغبة بالتواصل مع الأحبة أيضاً بتكون جيدة وهي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع محيطك حاول أنك تتكلم بوضوح وما في داعي للإنفعال والعصبية أما في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً من الآن وحتى ساعات المساء بتتركز جهودكم نحو ضبط شؤونكم المالية وفي بعضكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ورغم وجود فرص لمكسب مالي إلا أنه في نفقات متصاعدة حاولوا أنك تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة منكم أشخاص ممكن يبادروا لتسوي مالية أو يعيش فترة امتحان في ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر والتنقلات والاتصالات والدراسة أيضاً برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً أنت اليوم برضو ممتلين نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم الطاقة عالية شعبيتكم في تصاعد أو رح تفرحوا لانفراج مهم شخصي أو عاطفي أو عائلي ولكن بالمقابل حاول قدر الإمكان أنه ما تتقلب بمزاجك وابعد عن الأوهام في ساعات المساء بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم وبصير الأمر يتعلق بالوضع المالي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً التعب رح يظلم سيطر عليكم لغاية ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فحاولوا فقط إنجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل حاولوا تأخذوا قصة من الراحة اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة اعمل بشكل روتيني فقط لا غير ما تحاول إنك تبدأ بأي شي جديد هاي فترة مخيبة للآمال وهذا التعب وهذا الأرق وهذا القلق وهذا التوتر اللي موجود عندك حتى بعض الأشخاص من موليد برج السرطان بعانوا من أمور صحية من ساعات المساء بتمتلوا نشاط وحيوية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً من الآن وحتى ساعات المساء بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وباستطاعتكم الاتكال على أحد معارفكم في سبيل إنجاح مسئولية أو عمل ما أهم شيء أنك ما تحاول المماطلة بل ثابر وإنهي أعمالك لأنه في ساعات المساء القمر رح يوصل لبيت المتاعب فرح تدخل في فترة صعبة شوي ليوم الأحد تتطلب منك أنك تكون حذر فحاول اليوم أنك تتمم الأعمال الضرورية في ساعات المساء بتتراجع صحتكم وأيضاً بتتأخر بعض الأمور حاول أنك توخل قسط من الراحة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة تكثر المسؤوليات وممكن تشعر ببعض الاضطراب أو ممكن تعيش فترة فيها امتحان أو ضغط في حياتك اليومية حاول قدر الإمكان أنك ما تكون مهمل ركز بالتفاصيل ما تغامر ما تجازف ما تتخذ قرارات بدون دراسة أو دراية في ساعات المساء الأجواب تصير إيجابية أكثر تنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يكون عندهم مناسبة سعيدة أو لقاء اجتماعي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والامتحانات أو مقابلات أو حتى لقاء عاطفي أو لقاء رومانسي فهي فترة واعدي وغنير ورومانسية وترويج ناجح لعملك من خلال هاي الفترة وبرضو في نوع من أنواع التعاطف مع الأهل أما في ساعات المساء وأنا بترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وبصير في نوع من أنواع التركيز على مسائل تتعلق بالعمل أو سمعتكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ممكن تهتموا بمسائل تتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مطالبات مالية أو تسوي مالية من جهة فيه فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي خطوة مالية جديدة حاول أنك تركز بشكل جيد حاول أنك تدرس مشاريعك أو مصاريفك أو مغامراتك المالية قبل الإقدام بشكل كامل وحاول أنك تضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح أما من ساعات المساء هنا بتنشطوا في أمور تتعلق بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بينصب اهتمامكم من الآن وحتى ساعات المساء حاول تدعيم شراكاتكم وبتظل هذه الفترة مناسبة للقيام بعمل مشترك ولكن يجب الحذر عند توقيع أي عقد أو التزام اتجاه الطرف الآخر حاول أنك تدرسه بعناية استشير أهل الاختصاص ما تتسرع وبرضو اليوم بيصعب التفاهم معك ربما بتتسرع بإطلاق كلام في غير مكانه أو عصبية وحدية أثناء التعامل ضبط الأعصاب مطلوب أما في ساعات المساء هنا بتنشغلوا في ضبط أموركم المالية وصحيح أنه رح يكون في بعض الفرص المالية أو وعود أو حتى بوادر لبعض الانفراجات المالية برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز المهم والضروري من الأعمال خلال هذا اليوم لأن القمر بتجه باتجاه المقابلة فعشان هيك حاول أنك تنجز عملك ركز بشكل جيد على عمل واحد أو الأعمال الضرورية والمهمة نظم جدوى الغذاء خذ قسط كافي من الراحة إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وحاذر من الجدال مع زملائك بالعمل وما تهمل صحتك أما في ساعات المساء هنا القمر بيصير مقابلك تماما بترغبوا في تدعيم شراكاتكم أو نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو الحوار ما بينك وبين شركاء المال أو العاطفة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً بتضرغ بدكم قوية للتقرب أو بالتقرب من أحبائكم أو الحبيب المنشود وأيضاً تعزيز العلاقة معهم بتكون الحضوض قوية ولكن حاول أنك ما تعتمد عليها كثير برضو خليك حذر وفطن هاي فترة مناسبة لأمور الاجتماعية المهنية العائلية أيضاً تلطيف الأجواء والتقارب ممارسة هواية الاهتمام بالذات أو بالهندام أو باللباس أو بالمظهر ولكن في ساعات المساء هنا بصير الضغط يتعلق بالصحة وتراكم العمل لديكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتتركز جهدكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعائلية من الآن وحتى ساعات المساء وبتميلوا إلى التقارب ما بينكم بين أفراد العائلة أو تعاون معهم أو معكم هم يتعاونوا معكم أو أنتم تتعاونوا معهم رغم أنه فيه نوع من أنواع الضغط والحضوض قليل جداً الفرص برضو ما بتكون بشكل جيد إلا أنه برضو داعم إليك في كثير من المراحل على المستوى العاطفي على المستوى البيت والأفراح وحل بعض المسائل ممكن تعاني من مشاكل شخصية أو تسيطر عليك بعض الهموم أو الأفكار السودة في ساعات المساء بتتعزز الطاقة أكثر فأكثر الحضوض بتصير أوفر وبترغبوا في تعزيز العلاقة مع أحباكم والاهتمام بالذات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء